جالنا رسائل كتير من اهالي محافظة انا بيشتكوا بسبب مدينة اسمها مدينة الامل مدينة الامل اللي المفروض الحكومة بتعملها في مركز نجا حمادي واللي تم الاعلان عنها قبل 20 سنة واعلانات مالة الجرائد وقتها ومالة التلفزيون تعال يا مستثمر يا ابن محافظة انا ياللي شغال برا ياللي معاك ماللي مين تعال اشتري في مدينة الامل المدينة اللي هتبقى واحدة من مدن جيل التاني يجي للتالت مدينة زكية هعمللك فيها حدايق ونوادي ومدارس ومستشفيات وبنى تحتية وطرق وبالفعل الناس باعت اللي وراها واللي قدامها واللي عنده حتة ارض باعها واللي عنده حتتين دهب باعهم وراحوا دفعوا رسوم التعاقد مع الحكومة على واحدة من المدن اللي اعلنت عنها الحكومة قبل 20 سنة اسمها مدينة الامل في نجا حمادي جون بعد صورة 25 يناير زادت الناس اللي عايزة ترجع من بره من الخليج ومن بعض الدول ايضا دفعت اللي وراها واللي قدامها في هذه المدينة حد الوقتي في 2023 من 2003 او من 2002 لحد 2023 بنتكلم عن حوالي 24 سنة والحد دلوقتي مازالت مدينة الامل مجرد صحرة او كلام على ورق حبر على ورق الناس اللي دفعت فلوس تمن هذه الارض او تمن المرافق وتمن البناية والترخيص قبل 20 سنة كانت تقدر بفلوسها النهاردة تشتري عمارة واثنين وفيلا واثنين لكن بسبب فشل الحكومة ليه نتكلم جالنا استغاسات ورسائل على مدار الايام اللي فاتت وايضا هذا الخبر صباح اليوم نائب محافظ انه يكابع الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية بمدينة الامل الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية يعني سيادته مش بيفتتح البنية التحتية ولا بيعلن نهاية البنية التحتية البنية التحتية ولا سيادته بيبشر الناس اللي اتخرب بيوتها واللي كان عايز يتجوز دلوقتي عند ولاده اتجوزه يعني في بعض الناس حجزت في مدينة الامل دي اياما كانوا شباب قبل 24 سنة عشان يتجوزوا دلوقتي ولادهم اتجوزوا عايشين في الايجار او عايشين في بيت تاني وبعض الناس استعوضت ربنا في فلوسهم سيادة نائب المحافظ النهاردة اللي هو الدكتور حازم حازم عمر بيقول ان احنا الحمد لله يعني بنبحث البنى التحتية المدينة بعد ما توقفت وقفت وقفت عشرين سنة جسيات المحافظ في 2021 وحط حجر الاساس وقال لك بعد تعثر عشرين عام اللي هو اشرف الدوود يضع حجر الاساس لبدء اعمال البنية البنى التحتية في مدينة الامل التابعة لمركز ناجح حمدي بالمناسبة المدينة على مساحة 1539 فدان والحكومة وقتها قالت هيسكنها 240 او 250 الف مواطن واللي حجز فيها حتى الان 80 الف مواطن يعني 80 الف اسرة حالهم واقف ومخروب بيوتهم في الايجار بقالهم 24 سنة تابع هذا الفيديو لحظة تسليم راضي الامل للمواطنين حسب اعلان محافظة انا قبل سنتين من دلوقتي الامل يتولد الامل هنا في جنوب مصر المشروع ده مفروض ان هو متوقف من اكتر من عشرين سنة لم يرى النور بسبب تضاربات في الادارة المحلية مرة وتقاعس فيما مضى مرة النهاردة بنحكي عن عشرين سنة كاملة هذا المشروع كان متوقف النهاردة بيتم تسليم العقود ويمكن دي بداية خير هنا في محافظة جنان شاء الامل يتولد الامل هنا في جنوب مصر المشروع ده مفروض ان هو متوقف من اكتر من عشرين سنة لم يرى النور بسبب تضاربات في الادارة المحلية مرة وتقاعس فيما مضى مرة النهاردة بنحكي عن عشرين سنة كاملة هذا المشروع كان متوقف النهاردة بيتم تسليم العقود ويمكن دي بداية خير هنا ده كان كلام سيادة المحافظ قبل سنتين وشوية من دلوقتي وطلع بيتكلم كأنه فتح عكة يا بشد انتوا مؤخرين عن الناس عشرين سنة يا بشد انت حتى الوحدات اللي المفروض تتعمل لم تستوعب العدد اللي انت اعلنت عنه انت اعلنت ان المدينة هتستوعب 250 الف مواطن يعني ربع مليون مواطن اعلنت كمان ان المدينة هتستوعب مساكن حجز عندك 80 الف مواطن يعني بنتكلم عن 80 الف وحدة سكنية حكومة قالت احنا مستعدين لانشاء 14 الف وحدة سكنية ده في مدينة الامل بناجح حمادي لما تطرح 14 الف او 80 الف من 14 الف وحدة سكنية يبقى انت المرافق اللي دخلتها الحكومة واللي كان بيحتفل بيها سيادة نائب المحافظ النهاردة واللي وعد بيها سيادة المحافظ قبل سنتين بتقول عندنا على الاقل ستين الف وحدة سكنية او مرافق ستين الف وحدة سكنية مش موجودة او خمسة وستين ستة وستين الف وحدة سكنية زي مقال اهالي وحاجزي هذه المدينة شوف الخبر ده كمان قالك ان تمهيد الطرق في مدينة الامل بناجح حمادي في انا يستوعب 250 الف نسمة ده ايضا حسب كلام النائب المحافظ النهاردة لكن المشكلة ان الناس بتقول ان المرافق الاساسية المية والكهربا والغاز والصرف الصحي حتى الان مش موجود شفت صور وفيديوهات لمدينة الامل بتقولك ان البلد دي ما عادش فيها امل حتى مرشح الامل سقطوه بعد كده او منعوه من الترشح ودلوقتي هيحكموه فعلا البلد دي ما فيهاش امل واي حاجة اسمها امل او اي حاجة بتبعث الامل في قلوب المواطنين بيتباحوها ويغتلوها 85% سيادة المحافظ في 2022 قال انهينا مشروعات البنية التحتية في مدينة الامل او هننهي المشروعات في اقرب وقت وبعد كده كمان قالنا ان احنا انهينا بنسبة 85% اعمال تمهيد الطرق في مدينة الامل في 2022 ولسه نائب المحافظ دلوقتي بيقولك احنا لسه بنمهد الطرق طيب الناس اللي مستنية ساعتك بقالها 24 سنة تعمل ايه الناس اللي اتخرب بيوتها تعمل ايه الناس اللي كانت مستنية الامل او صدقت الامل في الحكومة تعمل ايه بتكلفة 265 مليون جنيه تنفيذ اعمال الصرف الصحي في مدينة الامل بناجي حمادي وده كان في يوليو 2023 ونشروا هذي الصور الصور كمان فضيحة يعني الصور دي بعد 23 سنة اللي بتعمله الحكومة دلوقتي لسه بتحفر عشان تحط مواسير على وش الارض بالشكل ده معنا فيديو كمان من داخل مدينة الامل دي المدينة الزكية اللي قالت عنها الحكومة واللي كان بيتكلم عنها رئيس مجلس الوزراء قبل كم يوم بيعدها يعني ضمن المدن والانجازات اللي عملتها الحكومة قالك عملنا مدينة الامل في ناجي حمادي وعملنا الصيوت الجديدة مش عارف في الصيوت وعملنا ايه رحنا ندور على مدينة الامل اللي السيد رئيس مجلس الوزراء بيتكلم عنها واللي عملتها الحكومة وانجازتها لعينا ده مشهد او شاكل مدينة الامل الان نتابع هذا برضو مجاورة التالتة في شغل اهو وهناك في لودر مجاورة رقم اربعة مجاورة رقم اربعة في شغل شوية يعني اهو في لوادر قصادنا هناك الفيديو هيجيبها وفي هنا خلاط او شغل في جزء في الربعة شغل وشكلا من الحكومة مقسمة الصحراء اللي انت شايفها كده اه شايفها دي كده لمنطقة تلاتة ومنطقة اربعة وما فيش فرق بين منطقة تلاتة ومنطقة اربعة غير اه اكوام التراب والصحراء اللي حضرتك شايفها كده تمن مناطق قالت الحكومة هتعملهم اللي عملته فقط يفطى ضخمة مكتوب عليها في عهد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي صدق محافظ انا اشرف الداودي على تسليم الاراضي في مدينة الامل واحدة من مدن الجيل الثالث تجي تبص على مدن الجيل الثالث تبص على الخدمات اللي موجودة صفر ناس اتخرب بيوتها الناس دلوقتي بتسأل فلوسنا راحت فين من اللي نصب علينا هل الحكومة اللي خدوا الفلوس سيادة المحافظ حط الفلوس في جيبه ولا اللي قابله ولا اللي قابله مدينة الامل شهادة حية من الحاجزين بالمدينة عن اسباب توقفها وكيف يتعامل معاهم المسؤولين حتى الناس لما بتروح تشتكي كل واحد بيقول ما ليش دعوة جهاز المدينة بيقول ما ليش دعوة وزارة الاسكان بتقول مش انا المحافظة بتقول ما عنديش حتى بعض المسؤولين العسكريين اللي حطوا يديهم على المنطقة بعد 2013 وقالوا احنا هنحل المشكلة هم كمان خدوا من الناس فلوس وبعد كده الكل هرب ومحدش بيحل المشكلة رغم قرار المحافظ شكاوى من تأخر تسليم ارض مدينة الامل بنجا حمد وهنا مشكلة تاني البعد استلم اللي هو 14000 من الحاجزين بقى عندنا 66000 لحد دلوقتي ما سلموش او قالوا لهم هتستلموا في المنطقة التانية والمنطقة التالتة والمنطقة الرابعة وحتى اللي استلم مش عارف يبني ليه؟ لان انت عشان توصل تبني المنطقة بتاعتك محتاج طريق سيادة المحافظ بيقول صرفنا ربع مليون ربع مليار جنيه على الطرق والنتيجة صفر لسه الطرق صحرا وطراب زي ما انت شايف عشان تبني محتاج محتاج مية تستخدمها في البناء المية لسه ما وصلتش عشان تبني محتاج تعمل مواسير للصرف الصحي لسه الصرف الصحي موصلش والشبكة ما تمدتش عشان تبني وتشطب محتاج كهربا مفيش كهربا مفيش اي حاجة في صحرا الناس دفعت فلوسها تخرب بيوتها وزي ما انت شايف كده محافظ انا يعلن بدء تسليم اراضي مدينة الامل للمستحقين ابريل المقبل ده من 2021 احنا دلوقتي في 2023 عدا 2 ابريل يا سيادة المحافظ ولسه الناس لحد دلوقتي مش عارف فتاخد حتى حتى لما بيروحوا يعني حتى سيادة المحافظ كمان اللي مسلمش الاراضي للجمعيات الملكة واللي قدمت على الاراضي دلوقتي بيهدده قالك محافظ انا يمنح 23 جمعية مستفيدة من اراضي الامل مهلة لسداد 10% 10% زي وانت ما عملتش اي حاجة وتم سحب الاراضي من بعض الجمعيات وناس كانت دفعت 50% من اجمال الارض قبل 24 سنة والناس دفعت اقصاط هذه الارض قبل 24 سنة والناس دفعت ام التعاقد او مش عارف بيسموه بداية التعاقد والناس دي فلوسها راحت وسيادة المحافظ بيهددهم مصيبة كبيرة بتقولك ان الامل في بلدنا ملوش مكان حتى لو كان حزب سياسي حتى لو كانت حركة سياسية حتى لو كان مرشح بيرفع شعار الامل حتى لو كانت مدينة سموها الامل قبل كام سنة وعدونا انها تبقى مدينة زكية لولدنا واحفادنا من اهالي محافظة انا دلوقت المدينة عليها مشكلة لا خدمات لا بناء لا تطوير لا تقدم ولا حتى الحكومة بتستجيب للشكاوة شايف احد حاجزي هذه المدينة مصطفى عبدالعزيز بيعمل بيقولك استفسار هل ممنوع فحص الشكاوة فساد ضد محافظ انا كونه لواء سابق طيار هل نفقد الامل في مدينة الامل ويضح حلم 11820 اسرة افدونا اغيثونا بمطالب تحقيق العدل منكم يحقق عضل الله في ملف فشل وفساد مدينة الامل لمحافظ انا وهارمنا مصطفى عبدالعزيز بعد شكاوة منها للرقابة الادارية ومنها للنيابة العامة ومنها لوزير الاسكان ومنها لأي حد في البلد ضد السيد المحافظ اللي طبعا كونه لواء سابق ده بيحميه من المسألة او بيحميه من اي حد يقوله ايه اللي انت عملته في مدينة الامل بيسأل هل ملف في مدينة الامل خلاص تقفل هل المواطن اللي حجز والناس اللي باعت اللي وراها واللي قدامها والناس اللي مستنية بقالها اكتر من 20 سنة تسكن في بيت نظيف او بيت ملكها خلاص الناس دي تموت ده واحد من ملفات المحافظ من ملفات الفساد اللي بتطارد مع الاسف سيادة اللواء اشرف الداوودي محافظ انا واللي لقبه كلواء بيحميه دايما من المسألة القانونية